السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة السابعة الدرس الأول المتطابقات المثلثية الجزء السادس أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إثبات صحة متطابقة للعمل على طرفيها التمهيد درست سابقاً طرق إثبات صحة المتطابقات حيث أنه في الطريقة الأولى كنا نبدأ بالإثبات بمقدار يمثل أحد طرفي المتطابقة وينتهي بالمقدار في الطرف الآخر وسميت هذه الطريقة بالطريقة العامة ولقد قمت عزيز الطالب باستعمال المتطابقات الأساسية ومتطابقات في ثغورس والعديد من الأدوات الجبرية المناسبة وأيضاً كذلك الأمر في الطريقة الثانية حيث بدأنا في الإثبات من الطرف الأكثر تعقيداً وصولاً إلى الطرف في المقدار الأبسط وكذلك الأمر فإنه خلال خطوات الإثبات استعملنا متطابقة الفرق بين مربعين ومتطابقات في ثغورس أو المتطابقات الأساسية والعديد من الأدوات الجبرية وأخيراً إثبات صحة متطابقة بالعمل على طرفيها متى يكون ذلك؟ في بعض المتطابقات المعقدة قد لا يكون الالتزام بالطريقة العامة التي ذكرناها سابقاً هو الطريق الأمثل وقد نكون مضطرين على العمل على طرفي المتطابقة وتحويلهما إلى مقدار وسطي مشترك وحتى تتضح لديك الفكرة دعنا عزيز الطالب نناقش المثال الثامن صفحة 119 من الكتاب المدرسي أثبت صحة المتطابقة الحل لاحظ عزيز الطالب في هذه المتطابقة الطرف الأيسر بحاجة إلى عمل أكثر لذلك سوف نبدأ به والآن ما هي المتطابقات التي بإمكانك أن تستعملها هنا؟ ممتاز بإمكانك استعمال إحدى متطابقات في ثغورس حيث أن وبطرح من طرفي هذه المتطابقة ستحصل على أن والآن ما هي الأدال جبرية التي بإمكانك أن تستعملها هنا؟ ممتاز هنا في البسط بإمكانك أن تستعمل منطابقة الفرق بين مربعين والآن لاحظ وجود مقادير جبرية متشابهة حيث أنه بإمكانك أن تختصر كوسيكنت يو بلس ون في البسط والمقام وهكذا تكون قد توصلت إلى كوسيكنت يو ماينس ون في هذه المرحلة ليس واضحا كيف يمكننا الانتقال من هذا المقدار إلى الطرف الأيمن لذلك سوف نعمل على الطرف الأيمن ونحاول أن نبسط هذا الطرف حتى نصل إلى كوسيكنت يو ماينس ون إذن سوف نعتبر أن كوسيكنت يو ماينس ون هي خطوة وسطية ما هو هدفنا الآن؟ ممتاز أن نعمل على الطرف الأيمن إلى أن نصل إلى كوسيكنت يو ماينس ون والآن لاحظ عزيز الطالب هنا بإمكانك أن تستعمل المتطابقات الأساسية وتعود مكان كوتان يو كوسان يو أوفر سان يو وأيضا مكان سيكنت يو ون أوفر كوسان يو ومكان تان يو سان يو أوفر كوسان يو والآن عزيز الطالب وزع ثم بسط واضرب كوسان يو أوفر سان يو في القوس الثاني ولاحظ وجود العديد من الحدود الجبرية المتشابهة في البسط والمقام كوسان يو وأيضا كوسان يو في القوس الثاني وأيضا سان يو وبالتالي سيكون ناتج القوس الأول ون أوفر سان يو وأيضا القوس الثاني ون ما هو مقلوب سان يو؟ ممتاز إنه كوسيكنت يو وهكذا عزيز الطالب تكون قد أثبت صحة المتطابقة لأن كلا طرفي المساواة يساويان نفس المقدار كوسيكنت يو ماينس ون والآن لنلخص خطوات الإثبات لاحظ أننا بدأنا الإثبات في الطرف الأيسر ثم استعملنا متطابقة في ثغوروس وبعد ذلك متطابقة الفرق بين مربعين وبعد ذلك اختصار المقادير المتشابهة في البسط والمقام إلى أن وصلنا إلى كوسيكنت يو ماينس ون وبعد ذلك قمنا بالعمل على الطرف الأيمن وأيضا وباستعمال المتطابقات الأساسية والتوزيع والتبسيط توصلنا إلى كوسيكنت يو ماينس ون وهو نفس المقدار الذي توصلنا إليه في المرحلة الأولى وهكذا تم إثبات صحة هذه المتطابقة بالعمل على طرفيها والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 42 صفحة 121 من الكتاب المدرسي أثبت صحة المتطابقة والآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم نحاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك والآن لنتناقش بخطوات الحل هنا في هذه المتطابقة أيضا سوف نعمل على طرفيها وسنبدأ في الطرف الأيسر وبعد ذلك لاحظ أن sine to the power 5x بإمكانك أن تكتبه كحاصل ضرب sine to the power 4x times sine x sine to the power 4x يعني sine to the power 2x to the power 2 والآن استعمل إحدى مدطابقات في ثغوروس وعوض مكان sine to the power 2x 1-cosine to the power 2x واعتبر هذه الخطوة خطوة وسطية والآن اعمل على الطرف الأيمن لاحظ هنا في القوس بإمكانك أن تحلل وتقوم بإخراج cosine to the power 2x عاملا مشتركا وبعد ذلك أبعني النظر إلى القوس حيث أن القوس هو عبارة عن مفكوك القوس المربع 1-cosine to the power 2x لاحظ الآن عزيز الطالب كيف أنك توصلت إلى نفس المقدار الذي حصلت عليه عند العمل على الطرف الأيسر وهكذا تكون قد أثبت صحة المتطابقة بالعمل على طرفيها والآن عزيز الطالب حاول أن تحل أيضا تمرين 39 صفحة 121 من الكتاب المدرسي أثبت صحة المتطابقة الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لاحظ عزيز الطالب أنه هنا في الطرف الأيسر لقد مر عليك سابقا هذا الشكل ولقد كنت تبدأ في الإثبات بالضرب المرافق إما مرافق البسط أو مرافق المقام لما كنت تقوم بهذه الخطوة ممتاز حتى تتمكن من استعمال متطابقة الفرق بين مربعين وبعد ذلك استعمال إحدى متطابقات في ثغورس ولكن لاحظ الطرف الأيمن ولوجود سيكنت إكس في البسط والمقام لن يكون من المجد أن تكون أولى خطوات الإثبات الضرب المرافق إذن ما الحل هنا؟ الحل هنا هو أن تغير من شكل هذا المقدار الكسري وتضرب البسط والمقام بسيكنت إكس والآن وزع سيكنت إكس على البسط والمقام وهكذا تكون قد من توجود سيكنت إكس في البسط والمقام والآن قارن سيكنت إكس في البسط هنا بلاس ون وأيضا في المقام سيكنت إكس مينس ون فهل يا ترى تستطيع استبدال كوسين إكس تعمس سيكنت إكس في البسط والمقام بون ممتاز حيث أن سيكنت إكس هو مقلوب كوسين إكس فإن حاصل ضرب كوسين إكس تعمس مقلوب كوسين إكس إيكولز ون وبالتالي لقد توصلك إلى الطرف الأيمن وتم إثبات صحة المتطابقة بالعمل على طرفها الأيسر هل هناك طريقة أخرى للإثبات؟ نعم بإمكانك أن تبدأ من الطرف الأيمن ولكن أضرب البسط والمقام بكوسين إكس وبنفس الخطوات ستتوصل إلى الطرف الأيسر والآن عزيز الطالب أريد أن أطرح عليك سؤالا هل يمكن إيجاد زاوية إكس بحيث يكون 2 كوتان إكس times secant إكس equals 1 over cosecant إكس لاحظ عزيز الطالب هنا إذا قمت باستعمال المتطابقات الأساسية وقمت بالتعويض مكان كوتان إكس بكوسين إكس أوفر ساين إكس وأيضا مكان سيكنت إكس ب1 أوفر كوسين إكس وأيضا في الطرف الأيمن مقلوب كوسيكنت إكس هو ساين إكس ستحصل على مقادير متشابهة في البسط والمقام والآن وبضرب الوسطين وأيضا الطرفين سينتج لك sin to the power 2 x equals 2 وبأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه المعادلة سينتج لك أن sin x equals positive negative square root of 2 ولكن هذا مستحيل لماذا؟ لأنك كما درست سابقا فإن أكبر قيمة لساين إكس هي 1 وأصغر قيمة لساين إكس هي negative 1 وأن ساين إكس محصور بين القيمتين negative 1 و1 وبالتالي سنستنتج أنه لا يمكن إيجاد زاوية x بحيث يكون 2 co tan x times secant x equals 1 over cosecant x والآن عزيز الطالب تدرب وقم بحل تمرين 40 صفحة 121 من الكتاب المدرسي أثبت صحة المتطابقة الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل لاحظ المتطابقة الموجودة أمامك الطرف الأيسر هنا يبدو أنه أكثر تعقيدا من الطرف الأيمن ولذلك سنبدأ بإثبات صحة المتطابقة بالعمل على طرفها الأيسر ما هي الخطوة الأولى التي بإمكانك أن تقوم بها؟ ممتاز أن توحد المقامات وبعد ذلك ادمج الكسور ولاحظ أنه نتج لديك 1-cosin t times 1-cosin t في البسط وهذا يمكنك من استعمال متطابقة الفرق بين مربعين والآن عزيز الطالب قارن المقام هنا 1-cosin t times sin t وأيضا المقام في الطرف الأيمن هو sin t إذن سوف تسعى للتخلص من 1-cosin t لذلك هل تستطيع أن تغير من شكل البسط وتكون إحدى حدوده المقدار 1-cosin t حتى تستطيع التخلص من هذه الحدود الجبرية المتشابهة؟ لاحظ أن sin to the power 2t equals 1-cosin to the power 2t وهذا باستعمال إحدى متطابقات في ثغورس والآن جمع الحدود المتشابهة 1 plus 1 equals 2 و-cosin to the power 2t minus cosin to the power 2t equals minus 2 cosin to the power 2t والآن لاحظ أنه في البسط بإمكانك أن تحلل بإخراج 2 عاملا مشتركا ومرة أخرى استعمل متطابقة الفرق بين مربعين وهكذا تكون قد حصلت على 1-cosin t في البسط والمقام وباختصار هذه المقادير الجبرية المتشابهة ستحصل على الطرف الأيمن وهكذا تكون قد أثبت صحة المتطابقة للعمل على الطرف الأيسر إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله